فعنوان موجع أدرجته صحيفة ديلي تيليغراف على إحدى صفحاتها لكنه يعكس الواقع اللبناني بحذفيره ويطبع مخاوف اللبنانيين على ورق الناس ستموتوا خلال شهور ولبنان يتوجه نحو المجاعة بعد أن ضربته أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56% منذ أكتوبر وما زاد الأمور سوءا أصلا أزمة كورونا التي تركت الآلاف دون عمل فارتفعت نسبة البطالة وانخفضت أيضا قيمة الأجور ولم يستبعد مسؤول في برنامج الأمن الغذائي تكرار سيناريو المجاعة هذا السيناريو الذي حل أو المجاعة بالأحرى التي حلت أوائل القرن الماضي وقضى فيها نصف السكان حيث أكد أنه بحلول نهاية العام 75% من السكان سيكونون في حاجة لمعونات غذائية بحلول نهاية العام كما أسلفت وتساءل معد التقرير إن كان هناك من طعام أصلا لتوزيعه وحذر من أن الأشهر القليلة المقبلة ستحمل سيناريو خطيرا للغاية يتدور فيه الناس جوعا ويموتون من الجوع وأثر الجوع لسيما مع الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا وأيضا مع انزلاق لبنان نحو انعدام الأمن الغذائي وهنا لابد من الإشارة إلى أن لبنان يستورد ما يصل إلى 80% من طعامه يستورده وهو يحتاج إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا لاستيراد المواد الغذائية خصوصا أن 13% فقط من أراضيه صالحة للزراعة وقد تراجعت الواردات بالفعل نحو 50% عن العام الماضي علما بأن ركيزتي الأمن الغذائي هم أولا الحصول على ما يكفي من الغذاء في البلد وثانيا الأشخاص الذين لديهم القدرة الشرائية للوصول إليه ولبنان للأسف يواجه ضربة مزدوجة مع انهيار كلا الركيزتين في الوقت نفسه معد التقرير يصب ويقول فبحسب خبراء فإنه وبالأرقام لن يتمكن لبنان من إطعام سوى حوالي 130 ألف شخص سنويا وقوت الباقين متروك للتأمل ترجمة نانسي قنقر